بين زوايا هذا الملعب ببلدية بروبة بالعاصمة يتخذ هؤلاء الأطفال من ممارسة كورة القدم وسيلة لتخفيف الضغط بعد فصل دراسي مجهد بهدف كسر الرتابة لكن كثير من الأولياء يجهدون أبناءهم بمزيد من الدروس ما يتعرض مع مفهوم عطلة كبعد بدغوزه من حقوق الطفل كطفل ومن حقوق جسمه ونفسه وعقله أن يرتاح لهذا جعل المشرع في العالم كل العالم جعل للأطفال في المدارس عطل والعطلة إذا أهمناها وجعلناها مملوئة بالبرامج مملوئة بالأشغال مملوئة بالأعمال مملوئة بالواجبات ستأثر على الاستئناف القوي فيما يستقبل من أيام دراسية ومن فصل دراسي قادم شهدت الأونة الأخيرة في الجزائر حالة هروب أولاد من البيت ومحاولة انتحار سوء نتائج البعض يدفع الأولياء إلى تشديد الرقابة وتقليص ساعات الترفيه ما ينتج تداعيات نفسية سلبية ممكن تترتب على هذا السلوك هو راح نخلي الطفل يكره القراية القراية تقولي مصدر توتر مصدر إزعاج مصدر صراع مع العائلة فالخوف من الردع العائلي هذك يخليه ممكن يروح عند عمته ممكن يروح عند خالته ممكن يروح عند عمه ممكن يخرج يروح ما يدخلش للدار حتى يدخل على تمام شهر الوحدة تعصباح ممكن حتى كترة الضغوطات وين يدير محاولات انتحار معدل المليح ولا حاجة نجبدو ونحوص نفهم علش ولدي ما جابش مليح ممكن يخاف ممكن عنده مشكلة مع الأستاذ ممكن الأستاذ ما عامش مليح العطلة يمكن أن تكون حسب الخبراء فرصة للمراجعة والالتزام بعموميات بعيدا عن الإكراه وما قد يجعل الفصول بالنسبة للتلميذ تبدو متلاسقة يعتقد كثير من الأولياء عن جهل أو عن حسنينية أن تكثيف دروس الدعم أثناء العطلة مفيد من أجل رفع النتائج الدراسية وهو الخطأ الشائع بحسب الخبراء والمختصين في اللعب وترويح ضرورياني من أجل ضخ دماء جديدة لدى الأطفال حمزة عقون لقناة نوميديا تيفي العاصمة الجزائر